بعثت عودة الوساطة القطرية للتفاوض مع تركيا بشأن العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى جبهة النصرى وداعش أجواء إيجابية بين أهالي المختطفين وشعاع أمل في عودتهم وجاءت هذه الوساطة بعد طلب رسمي تقدمت به الحكومة اللبنانية بعد محاولات عديدة ومفاوضات مضنية لإطلاق سراحهم لم تفضي إلى أي نتائج يمكث في لبنان ثلاثة ضباط قطريين يتنقلون بين عرسال وإسطنبول متابعين التفاوض في شأن العسكريين اللبنانيين المختفين من قبل جبهة النصرى وداعش منذ آب الفائت يندرج وجود هؤلاء في سياق عودة الوساطة القطرية بزخم منذ قرابة الأسابيع الثلاثة بعد زيارة قام بها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى الدوحة عمليات التفاوض وبحسب وسائل إعلامية لبنانية دخلت مرحلة الجدية عودة قطر إلى الملف جاء بطلب رسمي من الحكومة اللبنانية عودة انعكست إيجابا على سير المفاوضات ما رفع معنويات أهل العسكريين الذين تحدثوا عن وعود جدية فيما يتعلق بإطلاق سراح أبنائهم في الوساطة من تقريبا عشر أمستاشي يوم كان إجوا وافد من شخص واثنين بالنسبة لموضوع العسكريين المخطوفين وبتصور أنه حملوا معهم مطالب للحكومة اللبنانية واللي منعرفها أنه في شيء أنه توافق عليه مش لا وفي شيء عم يتذلع عقاباته أكيد من خلال وجود الوفد القطري بيحل هذا الملف عكس علينا أجواء منيحة من خلال تحركاته وإجراء الاتصالات التي أجرها وتكلفه بعض أحد الوسطاء خليني أقول السوريين فيني أقول أنه الحمد لله لحد هل المفاوضات مقبولة إلى حد ما إيجابية ما وقضين إن شاء الله بفترة ما تكون بعيدة كثير بحل جزري التفاؤل لم يقتصر على الأهالي فقط تفاؤل قطري أيضا بالتعاون المبذول يستند إلى الثقة المطلقة بشخص المفاوض اللواء عباس إبراهيم الذي استعاد زمام الأمور بعدما رصدت قطر طفرة طباخين أثبتوا مع مرور الوقت أنهم لم ينجحوا في التقدم بالملف خطوة واحدة تعود قطر مجددا على خط المفاوضات في ملف العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرى وداعش عودة يعول عليها الكثير من الآمال بعد الحديث عن أن عملية التفاوض باتت على مشارف خواتيمها من بيروت نور أخضر قناة الكوت